موسيقى 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 محمد الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم متابعين الأحبة في برنامج درس على الهواء مادة اليوم مادة اللغة الإنجليزية أكيد فيها الكثير من التفاصيل في هذه المادة نستقبل كل الاستفسارات وأيضا الأسئلة المتعلقة بهذه المادة عبر هاتف البرنامج وعبر البريد الخاص بالبرنامج وأيضا عبر منصة اكس عبر هاشتاك طبعا درس على الهواء أكيد هناك طبعا الكثير من القهود المبدولة في هذه الفترة الامتحانية لذلك يعدى درس على الهواء نافذة لكل طالب وطالبة لديهم استفسار أو أسئلة اليوم مادة اللغة الإنجليزية إن شاء الله تفاصيلها راح تكون مع ضيفتنا المختصة بعد هذا الفاصل القصير لنا عودة أهلا وسهلا بالجميع جميع طلبة وطالبات شهادة الدبلوم العام وأيضا أولياء الأمور الذين يتابعوننا من أجل طبعا دعم أبنائهم وحرصهم على هؤلاء الأبناء تحية لهم ولكم جميعا أكيد منتظرين استفساراتكم عبر هاتف البرنامج وعبر منصة اكس أيضا عبر هاشتاك درس على الهواء وكذلك عبر البريد الخاص بالبرنامج مادة اللغة الإنجليزية في هذا البوع اليوم نتمنى طبعا أيضا نسعد بهذه المتابعة من الآن وحتى الخامسة والنصف وأيضا عبر منصة اكس عمان مباشر وكذلك طبعا عبر الهواء مباشرة في قناة عمان مباشر أكيد نرحب بوظيفتنا الأستاذة هاجر بنت محمد المحرزية معلمة مادة اللغة الإنجليزية في هذا اليوم أهلا وسهلا فيك معانا اليوم أستاذة أهلا أستاذة فايزة حياك الله معانا أستاذة وأكيد طبعا البداية معاك حول تفاصيل الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية إن شاء الله شكرا أستاذة فايزة طبعا في البداية نرحب بطلبة الدبلوم العام واليوم بدوا الاختبارات ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله سوف نبدأ بالتوفيق سوف نبدأ بالتوفيق المنتهي حزنة إذا الجزء ما نحصل على ستحوه سوف تناسب ستحوه ستحوه كم تحوه وتلك جزء اللغة ستحوه الأولى ستحوه يمكنك الإصباح واحدة أيها الأشخاص الأفليق المنتهي رسالة ستحوه الستحوه ومصحة الصرية ستحوه ثالثي ساعة الى صفحة اعطى الان لобрتالع هناك كثير لديه جداهات التعالي أولاً سيديد و سؤالك بثائر مختلف هناك مختلفة سيستمع مختلفة سيستمع كثير للبطأ إنتبه في اليوم فالبطأً سيستمع في أجتهر المقرر لقفة واقع لقفة واقع وقفة واقع بطأ واقع كثير للبطأ و أولاً سابتكة منطقة وطارة المختلفة و والتغارة المملكة يكونไفتور وهناك سترلون على تحتاجات على محالة أحدة أو حياتي مثل هذه حسناً . يكون الإثارة المشكلة المتغرفة الفيلمة سيتمثلة لذلك ستكون لديكتبات هؤلاء كل هذه الأساسي dependستاذ بالمouvernات التي توجد فيها في طرحاتناك نشكل أكثر، تعيش استخدام الأكتفل، لأنك ستخذ الواسطة الواقع باللقاء. المثال، ستخلق يعاني جوائقا. وباللقاء قالت الجوائر. ستخلص ب يليس مهزة على 2 конتابции. وباللقاء ستخلص بمهزة لعبادة الشامسية بنا. فهناس ستخلط على نقول الثانية بالتريام على باستخدام اللقاء الممارك سوايا في السنوات. واللقاء الثانية هي مهزة معطل النواع والوكب بأعتنون. ستكون هناك المتضاتي، ومن المتضاتي يكون هناك مطالقة المتضاتي الن acredito 1 ستكون حيات أو غبي نفذ 2 ستكون مضيحة في المتضمات في المتضمات نفذ 3 سواة واتلك ستكون مضيحة مع مضمات أخرى ولكن المتضمات ستكون ناراتيه في رسم 1 لا بتهيت عظيم مثل المتضمات THE LAST GUESS here will be regarding reading or writing. Here you will have informative text so you are supposed to have informative writing. So you are going to write informative writing. And the second one you will have Letter or email, maybe formal or informal. So you need to focus on both, formal and informal email, okay? okay so the total mark is what 70 marks here at the exam and with your teacher 30 marks so 70 plus 30 the total is 100 okay now let's talk about listening one look at listening one here you will have seven questions and so here you are going to have also seven marks for each question one mark okay so you will listen twice two times and you will listen to interactive text with two speakers maybe you will listen to conversation between mother and daughter father and his son or his daughter like this so conversation dialogue interview between how many speakers two speakers so listen and try to choose the correct answer you will have options here okay three options for each question okay so seven marks listening to again you are going to listen twice to informative text you will have some information about something maybe about the city building about the tree about anything else okay according to the things that you studied in semester two with one speaker okay divided into two parts you will have part one and part two part one will have WH questions how many questions here four so try here to memorize some WH words like why where when try to focus on these words part two four multiple choices again and you will listen to part two twice part one twice okay here you will have again three options and choose the correct answer the mark is what eight marks so each question will have one mark okay the second task vocab and grammar as i said before you will have sentences five separate sentences each with a gap where a vocabulary item word or phrase has been removed you need to read the sentence understand it well and here focus on the meaning and then choose the correct answer how many options here you will have four options not three four options according to two vocab and two vocab and choose the correct answer what about the marks two and a half okay so you are going to have five sentences for each sentence half mark grammar here you will have five gaps where one structure word has been removed okay so you need here to what choose the correct option how many options here you will have two just two so maybe this or this word okay and here again half mark for each question the third task grammar with the vocab together a text with five gaps where vocabulary item or structure word or phrase has been removed now here in this task has been removed now here in this task you will have both vocab and grammar maybe a word has been removed or a structure regarding grammar okay so for each gap multiple choice item with four options you will have four options and try to choose the correct answer here marks will be how many marks five marks okay so for each gap one mark let's move to reading one and reading one you will have seven unrelated short text you will have short text and you need to read the statement and decide if this statement is true or false okay from what from the text and how many texts you will have how many short texts seven so here you will have seven marks reading two you are going to read evaluative text so opinion of someone for example or a group of people you will have views opinions like this and eight multiple choices all the questions here in reading two will be multiple choices okay with the three options so read it carefully and go back here to the text to decide what what is the correct answer here again eight questions so eight marks the last reading you will have narrative text maybe you will read about a story about something related to narrative maybe someone will narrate something okay with how many questions here you will have here ten questions six WH questions and four multiple choices for each question one mark so the total will be how many marks ten marks okay writing one will be a topic related to factual information and and personal 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 general information we didn't know so but here the text or the writing story will be informative writing what's what do we mean by informative essay so you are going to write essay according to some facts some information from the word informative so you are going to give us some information about the topic writing two you will have set of instruction of writing letter or email but here maybe you will have formal or informal email so try to focus on both formal email and informal email and later in sha Allah we are going to explain them in details and there are some questions okay so so what are some questions okay so if you want to have a previous slide you want to read this from the book okay so this is okay so there are some questions there are some questions okay so here it's okay هنا إضافة تجاهلها. تتصرف مؤهرة مفتوضة المتقبلة و المسابقات. في سنرة الأسفة، يجب أن تعرفة الأهمية المفتوضة. وفي عاملال تستخدم، så يجب أن تعرف كل ذلك قبل لكن المهم أعجب أننا يمكنك المعطر بصفرات فقد تحذر feat. أكمل وفرقات ومفرقات رقلات. اولااااااااااااااا. اوه لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. okay also here now you have this rule in your book infinitive or gerund try to also revise it also passive you need passive what do we mean by passive was or where plus past participle okay try also to focus on what here did past symbol this symbol one where i use did and what's come after did so we paste form of the verb no ed no ing nothing at all okay first conditional here let's focus a little bit in first conditional second third conditionals okay first conditional it means what you have two sentences all the conditionals it means you have two sentences two statement if close and the main close start with if for example first conditional it means if i study hard i will pass the exam this is what this is first conditional okay so here you have if close we call this one if we close why because the sentence here has if the second one main close okay and here we have well so in the if close on the first conditional you need to focus on the main verb and on the main close here in the main verb you need to memorize here after if we need present symbol there okay and the main close you will have well so present verb well this is first close second close second conditional you will have what in the conditional sentences always go one tense back one tense back so we started with present now we will go back to what past symbol so if i studied hard again here past i would okay would here we have will here we will we need to know no it's would not well okay the last one third conditional if i one tense back again so it means past perfect yes if i had plus past participle if i had studied hard i would have again here we will have present past participle i would have past the exam okay so go one tense back i hope that this is clear for everyone in sha allah نشوف أيضا سؤال آخر في سؤال ممكن شرح الفورمال إن شاء الله الحين طبعا الاستاذة بتوضح هذا السؤال طبعا هذا السؤال بيكون إن شاء الله إن شاء الله ق短 2 ستكون صديق الفاضية ويقيد في الدين منبر ولكن اعتقدها السيارة في وقت كنت ستحرفين إلى حديث أكثر في أح rendre فائلة بليد يعني أنك تفصين صديقك مع أصحابك أو أحد أنك تعرفه يجب عليك أن تبدأ بمشارك أو شبك يمكنك أن تبدأ بمشارك أو مرحب لأنها لا تفضل هنا تبدأ بمشارك بمشارك أو مرحبا واقع بمشارك أصحابك مرحبك مثاله على مقابل اوه اشترك ثم الارتخاب هنا اشترك اشترك ما يأتيان اشترك 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 ما تقرأه هنا، سيكون هنا. هنا الناس. هنا الناس. من هذا سنطنع لكي تتحدث عن الناس. ما هي الناس؟ نحن نتحدث عن الناس هنا في هذا المكان. هذا الناس. الأخير هنا، الأخير. إنتبهة عددًا ، أتمنى أن تجروا بإمكانك المشروع. أو أنك يمكنك أن تقلل معي محلّة لتحضر بأسنجة. أو أخبرك عن أشريك العمليات. أو أي ما سوف تفعل بعد إسرائيات أو إيجابي المزيد. كذلك. تقرأ إمكانك المشروع بما تريد من أديك. أو أخبرك عن تحضر المشروع إلى أشخاص. كذلك. هنا هي الأخير الأخير. وكذلك تريد هذه طريقة صغيرة، لكي تتحرك بالترجمة. هناك اشترك مقالدة. بل قولنا عن قسمية حكمية حكمية. جديد توجيه حكمية 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 حكمية. أيضا thanks to the timeline , we have other types of writing formal letters like for example request if you want to ask someone anything so here all of the formal emails or formal letters may be somehow they are similar but they are differentiating what in the reason of writing why are you write this letter to apply for a job, to complain about something, to request about something like this or to ask information about something أولاً، سنبدأ مع أجابة أجابة هنا. ما هي أجابة؟ كيف أجابة أجابة أجابة؟ هناك يجب أن تتكلم على هذه المهمة. أجابة، يجب أن تقرأ أجابة أجابة. لماذا تقرأ هذا أجابة؟ أنا أجابة أجابة أجابة. ما هو أجابة؟ إذا كانت تكون في الأجابة، تقرأه هنا. هذا سيكون في الأجابة. وأيضاً سأعطيكم أخرى. ما يمكن أن أجابة أجابة؟ ما يجب أن يكون هناك؟ انظر هنا. في الأجابة، تقرأ أجابة أجابة أجابة. أجابة 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 أجابة. وبرشاعم المنصفين أنійت. مع ما وتقرأ أجابة 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 أساسية. حسناً نق можем إفتادة أجابة أجابة اجابة violationما. المناسبة للمشاهدة في لدينا ولم ترى فتح الاجتماعي أحاول الآن أن تفكر من أين وقت تقدموا هذا الحصول أو هذا الاجتماعي الفتر الأخير التي تحتاج إلى ترجمة أن تجعل تقلق مواد المملكة التي تستطيع الحياة مثلاً لسيطرة، أعجاب، أعطاء، أدريب، أعطاء، أكثر أحاول أن تفكر كل هذه الفتر المستوى أعطاء في نتصرف من أفتر الأجل So again, reason of writing, when and where you see and read the advertisement, the name of the job. Paragraph number two. What do you need in paragraph number two? Paragraph number two, you need a brief profile qualification. Here you need to write your name plus your age. Okay. Here also you need to write your qualifications. What do you mean by qualifications? لديك إعجاباتك إلى حالة الأول. إعجاباتك ، تحتاج إلى عملية ، تحديث ، ومحاباتك ، حسناً ، بعمل ، ومع المصدر وحديث. إعجاباتك كل التحديث ، ومع المصدرات التي تشترون هنا في نوبة الرجال ، نوع أن نفعل مصدر ، لتواصل عن عنه ، عمر ، من أين تستطيع عدد؟ إعجابة ، يمكنك إخطاءة هنا إسم الناس التي تستطيع عدد منها وكما في عامل، في 2010، 2011، 2012، كما هذا. لذلك كل هذه المواقع يجب أن تكون هناك في القرآن الثاني. الثاني 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 الثاني، من المستعمل والمعارض، أين تعملت أولا؟ من أين تحصلت، مثلاً، لتعاون، أو إذا كنت تتعاون أي قرارات، أي أمور، أو في أي مستشعر هنا، فحاول أن تتعاونها هنا، أخيرها، 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 لذا هذا سيساعدك لك في تستخدم العمل. ربما ستكون مستقبلًا. النقر الثالثة هي مقابلات الوصولية. تحديد أن تقرأك بالوصولية ومع أفضل. مثلاً، أعتقد أنني أعجبًا ومعنى كثيرًا، أعجبًا، أعجبًا، وأعجبًا، أعجبًا، 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 كما نتحدث عن مستقبلة المستقبلة الأفضل. كما نتحدث عن المستقبلة المستقبلة، أيضًا، أضع المستقبلات الصحية. إذن لك تقدمًا أكثر مستقبلة المستقبلة، ونحظت إلى أنه يجبًا، أتوقفي أن أت Possesses�로 يأتغطي عنكم، أتوقع يا أنجبًا، لذا في المستقبلة الأفضل، ترى هنا، ليس في الدجوية الأفضل الأول. الأ primer هو مصحفة للتقابة الإخوات. لا يعني تعطي إلى تقابة الإخوات إخوات الإخوات 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 الإخوة والستقابة الإخوة지� . الخطأ نمبر ثاني , قيد أعطيناً عن التقابة بالإخوة ، Build Where we have word what's kind of job if you have any training ok the Technology breath right as a sa id personal qualities the conclusion Here It right to right for example I look forward to hearing from you I will wait to reply like this Also here you need to write this sentence I will plug be Gladi to attend an interview at any time convenient to you try to attach for اثناء هناا اذا اردت على ان اتض PST ايضا احذر هنا بيواناتي هذا همي أتوالي موزن البيوان نقة أي موزن البيوان أي موزن أي موزن أي موزن تتضع في أ لكنك من الموزن يمكنك اتوالي بيواناتي هذا قليلا في خلالتك very important to here attach your CV okay this one you have it in your book okay so dear sir or madam with comma because it's formal letter if you don't know the name if you would know the name for example sir Salem as example dear sir Salem okay no need for slash and madam but if you don't have the name dear sir or madam comma I was very interested in your for the tour guides and your advertisement for tour guide so this is here you can start with this sentence then try to give information about you from where did you graduate and here your qualities and the skill here I attach my CV I look forward to hearing from you this is conclusion and the last one you can write yours faithfully yours sincerely regards best regards but I try to choose formal phrases not informal don't write here in the formal literacy you soon take care okay because it is not your friend here so try to use formal phrases the last one here you need to write the first and the last name okay for example here hajar al-mahrizi like this tariq al-sawafi okay so here you need to write the first and the last name this is the layout of writing job application letter this one here it's ready for you for example you can write all these sentences I'm interested in applying for the position right here of what what's the position what's the name of the job which was advertised in yesterday's newspaper and I believe that I have necessary qualifications or requirements for this job done this is introduction but don't forget to write dear sir or madam okay this is paragraph one let's move to paragraph two I graduated from university which here from write the name of the university in 2010 I completed my certificate in what engineering marketing business languages okay so here you need to write your specialize your major here okay after n I have been this paragraph number two paragraph number three I have been working for 10 years in sales I have been teaching English for 15 years I had training courses in digital marketing for this one here according to the job that you are going to apply for here paragraph number four abilities and qualities I consider myself to be punctual on time hard-working creative I enjoy working and cooperating with others I have excellent communication skills and I speak I can speak French and English fluently okay this you need it to describe your qualities okay if you want here to mention your license or not it's up to you this one here will be the last here we said paragraph four paragraph number five write this sentence I close an updated CV and reference from my previous employer I'm available for interview at any time and you can contact either by email or in my mobile which is nine one 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 nine it's just example okay this is paragraph number five I would be grateful if you consider my application this or I look forward to hearing from you so you can write this or this okay to end your letter as soon as possible and the last one your first and last name now let's go to talk about complaint letter let's go back okay so as we said here the second one we have letter of complaint again you are going to write what again dear sir madam comma for example you can start I hope everything is going well with you then then write I'm writing I'm writing use full words don't use abbreviation man for example here I I am not am okay because here formal letter I am writing I am writing this letter letter to complain about 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 what about what about what it depends here about the topic for example maybe you got bad service from restaurants maybe you had you bought a device and you had a problem with this device maybe you have something regarding anything that related to complaint letter so paragraph number one try to write the reason of writing what do we write here in paragraph number two paragraph number two explain the problem explain the problem for example if you have if you went to a restaurant and you got bad service from a waiter or something or the food was not good or raw meat or something like that and now you want to write a complaint letter here explain the problem مثالي، فأخذت مع أماني المنطقة لتحصل لتحصل مكوناة لا تحتاج إلى المنطقة لتحصل مكوناة ويتقوم بشكل مكونات فقط ولكنت تمتظر أحدًا كثيرًا ولم يأتي أي مكوناة كذلك كذلك، فأشترى الإجتماع هنا مع ثلاثة أو أكثر أرواحات بارغراب نمبر ثلاثة ممتعنا نفس الان ماذا تريدون نفس الان؟ ما تريدون من أجل من أجل المنزل منها؟ هل تريدون الأمهار؟ لتعطيك لكي أعطيك؟ أو أسفلات؟ هل تريدون أن تقول لكي أسفل؟ أسفلات؟ أو ما تريدون؟ في هذا الطريق ، سأخذوا لهم ما تريدون منهم؟ مثلاً، أريد أن أعطيك لكي أعطيك أو أعطيك، أرجوك، فقط، كما هذا أرجوك، 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 فقدروا بأسفل المرتاح ، أن أقلت من أجل الموجودة الأخيرة أرجوك، أو أترمي، أترمي، مما ترجمة من حممك، and your letter with it the sentence the last one regards or yours faithfully sincerely here your name first plus last name okay so this is a letter of complaint maybe you will have sometimes you will have a letter to reply maybe you applied for a job before and you are waited you are waiting for a reply now right for the manager to ask him or her about the job that you are applying for like this so try to read the question carefully here you need to understand the question carefully then start writing try to brainstorm your ideas to write some ideas how can I organize my writing be careful when you have formal letters so you have to follow the layout correctly it's different from the informal one okay so this is the letter inshallah تكون طبعا واضحة الرسالة الرسمية وغير الرسمية للعريف زمان عبدالعليم اللي طبعا طرح لنا هذا السؤال ننتقل إلى سؤال آخر أيضا لماريا فهد تقول هل ممكن شرح قاعدة direct and reported speech let's talk about direct and reported speech what do you mean by direct speech now for example me and mrs faiza here we are talking direct so face to face but reported speech now here you want someone to report your words and here you need to focus what on the meaning not in the words exactly but what's the important thing that you want to understand it here in this rule direct and reported direct and reported speech you need to understand how can you change the tenses here okay so for example we want to understand something here this one will have direct this one will have reported okay in direct speech try to focus on what tenses and what do we mean by tenses for example present symbol past simple perfect and pronouns sometimes you are going to change pronouns okay so for example if you have the direct sentence in the present symbol present symbol like this how can we change it go one tense back okay let's say here draw the line timeline خلونا نرسمع بعض الخط الزمني كذا okay present symbol okay present symbol so if the statement they can't jump the present symbol go one tense back عشان تغيروها reported speech so what's one tense back it means past symbol okay but if the dialect speech the direct statement that cannot of some jumble past symbol go again one one tense back so it means past perfect okay present continuous with ing again past continuous with ing past perfect continuous here present perfect past perfect like this okay now let's have this example for example now we have the sentence the teacher said okay i like your class okay now here the students supposed to know the type of the verb go back to the sentence i i like here how do you know it's direct or reported from two things here from the coma that you have and also from the speech marks this is speech marks علامات تنصيس so from this we know it's direct or reported because in reported speech here we don't have direct here we don't have speech marks okay so from these things you can identify if it's direct or reported so here the verb is like so okay so it is present symbol okay so present symbol so it means and anna how will how one means back and a pass symbol so focus on the same time you're gonna track you're on a next to three symbol it means symbol best from present to past okay so teacher the teacher said and instead of using comma so we are going to add that when she'll home the speech marks okay so in this case we need to change the pronoun she said before i like your class but now she isn't here so the teacher said that he or she depends on the teacher he or she like present verb change it into past verb what is the past verb of like liked excellent so she liked now your class you are going to change it in what our class she liked our class done full step so this one we change present symbol to past symbol so from present symbol change it into past symbol in the example it's ready ready but you need here just to choose the correct answer for go back to the direct speech رجلوا للجملة here for example في الاختبار تحصلوا liked or like فانتو تختاروا الإجابة الصحيحة according to the original sentence الجملة الأصلية the second one اذا كانت الجملة عندكم present continuous وش يعني present continuous يعني ing verb for example احمد سيد اوكي ايام بلاينج فوتبول ونسكر ال speech marks على ما التنصيس نحولها على طول one tense back past continuous احمد خلاص نعرفها الحين سيد what that ايوه نحذف الكومة that احمد ابوي so he am we change it into past continuous what is the past continuous of am was was verb to be am it was was what here playing it will be the same playing ing verb playing football okay and follow step if you have the sentence for example like this past simple the teacher said وافتح speech marks for example i liked your class من البداية past simple كيف احولها دائما ال past simple حولوها past perfect وش يعني past perfect past perfect يعني تحتاجوا ال had plus past participle by the way grade 12 دارسين هاذا القاعدة semester one الفصل الاول past perfect so it will be easy for you in shaa Allah okay so the teacher change it the teacher said that she had past perfect had مع تصريف that like same like our class but you are not going to write full sentences at the exam tomorrow just to choose the correct answer فنتو رجعوا للجملة الأساسية and choose the correct answer if i have past simple بختار past perfect if i have present simple بختار past simple وهكذا اوكي نشوف بعض الاستثناءات في القاعدة شوفوا معي طبعا هنا عندكم الام والإز نحولهن واز الواز والوير نحولهن التحويلات اللي عندكم هذولا شوفوها إذا كان عندكم yes no question إذا كان عندكم أصل الجملة أصلا yes no question مثلا على سبيل المثال هنا عندي شوفوا علي سيدتو أحمد سؤال are you watching TV today كيف اللي جابة هنا yes or no هذولا نسميهن yes no question وش هنال yes no question اللي تبدو ب is, are, was, where اللي جابتهن دائما yes or no كيف أحولهن في الاختبار in the exam you need two what two words maybe if or whether تحتاجوا يا if يا whether إيش معطاين انتم الاختيارات الoptions واختاروها هي الإجابة الصحيحة معناته هنا علي سيدتو أحمد علي ask أحمد لأنه سؤال فطبيعي بقول ask علي يسأل أحمد if he was watching TV that day if or whether ممكن تستخدموا if ممكن تستخدموا whether حسب وشي يقولكم في الاختبار he was watching ليش was رجعوا للجملة are you watching TV نحول لازم from present continuous to past continuous قبل شو يقلت لكم ف put in your mind all the tenses حاولت تفهموا كل التنسز حطوهم فراسكم وانتو answering the rule okay so are you watching TV بتتحول إلى was watching TV that day okay for example سالم said to Sarah do you have an English lesson again سالم asked Sarah if she had an English lesson ليش غيرناها had لأن أصلا عندي if have so the original sentence أصلا جملة have so طبيعي الhave تحول إلى had فركزوا على التنس will if and whether in WH question sorry في ال yes no question في WH question you need to change the place of something look here I said to Ahmed what's the time إيش يعني WH question يعني الأسئلة اللي تبدأ بالWH إيش هنا WH word مثل where why who when أي الكلمات اللي يبدأ بالWH مثلا for example I said to Ahmed what's the time أنا سألت Ahmed what's the time إيش الوقت الحين I ask Ahmed what الوط أنزلها تكون موجودة what the time was here you need to change بس هنا change أقل بالمكان النoun and verb وأغير for example time it will be first ال is تتحول إلى was سهلة أنزل WH word what where whatever and then change the places noun with verb مع تغيير الverb أرجع وأقول تغيير الverb يكون according to what according to the if you have instructions stand up sit down stop talking إلى آخر كيف أحول hin add to before the teacher told us to stand up to stop talking okay so add the word to عدكم مثلا هنا على سبيل مثال هذا الأسئلة where do you live هذا سؤال WH question ask the teacher يعني كذا بتحصلوا في الاختبار ممكن بهذه الطريقة بس عدكم طبعا خيارين في الاختبار two options ask the teacher the teacher ask me where أرجع للجملة where do you live where do you live يعني سؤال present symbol نحول إلى past symbol where I lived وهكذا أتمنى أن وضحت هي القاعدة فيها details بس حاولوا تركزوا على the pronouns and pronouns في التغير وكل نوع كيف يتغير عندكم في الكتاب صفحة page 5 خلاص طيب طبعا نتمنى تكون الإجابة واضحة وهي طبعا قائد تفصيلية من الأستاذ دهاجر نحب نتذكركم أيضا التواصل يكون عبر هاتف البرنامج وعبر أيضا منصة X وكذلك عبر البريد الخاص بالبرنامج نذكركم أيضا متواصلين معاكم حتى الخامس والنص في البت الأول أما الإعادة الأولى سوف تكون بعد أخبار العاشرة مباشرة الإعادة الثانية سوف تكون في صباح اليوم التالي في الساعة الخامسة والنص دائما نتمنى متابعتكم في البت الأول لوجود الأساتذ المختصين بإمكانكم التواصل معهم بشكل مباشر سواء كان عبر الهاتف أو عبر البريد وأيضا عبر منصة X في سؤال أيضا من البريد نرجع للأسئلة السؤال هذا من أمآن أمآن تقول ما هي المواضيع التي ممكن أن تأتي في الرايتنينج الأول أنا أعتقد أن أمآن تقصد أن المواضيع الكتابة التي تأتي هل هي من المنهج أو خارج المنهج كلهم من المنهج يعني فوكس شوف الثيمس يعني إن تعدكم مثلا هو طبعا يكون إنتر آكتب سور يكون معلومة يعني تكتبي معلومات شوف ثيم وين عن الميديا عن الميديا عن وسائل الإعلام فأنا أتوقع وأنا أذاكر أشوف فر إكزامبل هل something related to social media influence of social media good and bad things of social media عدكم عن الباباراتسي منهم الباباراتسي what's the influence of باباراتسي يعني we don't know يش هو بيكون في الاختبار ولكن أنا as a student أتوقع باباراتسي ذاتذكر الدرس مع ديانا برينسس كان عدكم باباراتسي what is the negative side of باباراتسي لأن في الانفورماتي maybe you will be asked to write positive and negative of something maybe you will have just a topic like how to be a good عماني citizen مثلا من الوحدة الرابعة المواطنة citizenship ممكن كيف تكون good citizen كيف تكون مواطن صالح تكتبي الكريتيري تكتبي الكواليتي مثلا من الوحدة الثانية work and career ايش المفروض لكواليتي for الوظيفة يعني for applying for a job مثلا انتي لما تريد تشتغل يالا تكلم عن الموضوع لكواليتي for example أيضا team working in a team يالا تكلم عن working in a team or in alone for example you have in theme 3 safety healthy maybe regarding sport or healthy or safety something at home or what's the importance of sport theme 4 like this so we don't know what's the topic exactly بس ان يكون ان كل المواضيع الكتاب يدورا على مواضيع الكتاب بس انتو فهموا شوفوا العنوان وحاولوا بروحكم تتوقعوا ايش بيكون الموضوع حسب اللي انتو درستو درستو عدة مواضيع في فالريدن read the text خرف فقرات الريدن read them ميبهي يكون اشياء يعني تعطيكم معلومات why do people need to go to the gym عدكم هناك مال citizenship عن المواطنة global citizen عن المواطنة العالمية يعني وهكذا so try to have information about all themes before you will start your exam تموروا ان شاء الله ان شاء الله تعالى احنا طبعا ايضا نشكر 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 كل اولياء الامور المهتمين بابناءهم والذين يوفرون لهم بيئة مناسبة المذاكرة في هذه الفترة الامتحانية خلينا ايضا نركز على الاستماع الاستماع طبعا لو قلنا how to catch student the key word in listening listen to first كيف الطالب يقدر catch all طبعا don't wait the most important don't wait for the teacher until he will come or she will come with a CD player ما ننتظر الاستاذ when you will receive your paper now I start by first read the listening questions read the questions read the options carefully underline the keywords انا اقرأ الاسئلة before the teacher will come to the room or to the hall the exam hall okay so try to read the questions carefully اقرأ الاسئلة احدد underline the keywords احدد انا ايش اريد من هذا السؤال افهم السؤال اشوف options الخيارات اش يريد هنا time ولا يريد for example لانا في alternative وانا في الاسئلة اذا انا اقرأ اذا انا اقرأ before the questions maybe i will catch quickly the answer خلاصا عندي نبدأ عن موضوع اقرأ 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 الاسئلة كل مسئلة او number place so you need to understand the questions before لانه هو الصح يعطيكم 30 seconds to read the question but it's not enough 30 seconds ان اقرأ الاسئلة كلهم 30 ثانية it is impossible يعني you are students and you are smart enough to deal with the exam paper انا خلاص ذكية اعرف اتعامل مع الورقة الامتحانية so i will read all the questions and underline إتهميَّ إتهمي هناك و nak can definir القضاء ساعة ساعة أيضا أتنام على الإنسان الإنتام أيضا and the last time try to choose the correct answer check your answers check your notes check the options that you choose like this but listening to and listening to okay and listening to look here and listening to try to revise wh words here for example how this one last exam last year exam for example they they were asked to what to hear a talk about famous three called comfort tree okay so how tall is come for a tree how tall so I need here to know what's the meaning of how tall so I'm going to write something regarding number here meter or like this why is the comfort tree widely grown why so I want reason so before the teacher will come try to understand the questions where is the oldest where so here the key word where and all this so here country where my can place is she a doula if you have a shajra what type of food do Indians use comfort for what type matter type of what food so here I want to listen to the type of food which country Indian Indian people use comfort for what and which type of food so here you need to write these information so try here to revise wh question and be careful students don't write more than four words so here that I'm in listening to part one that I'm in you are not going to listen to to write you are not supposed to write a whole story maحد بيسألكم تكتبوا whole story whole paragraph أكيد هنا short answers يعني لا تكتبوا أكثر من ست سبع كلمات don't write more than four words try to write specific answer فدائما ركزوا على numbers countries or reasons like this okay طبعا listening to بيكون multiple choices وتختاروا في الإجابة الصحيحة فهذا هو التبسة هم التبسة اللي لازم تركزوا عليه في الليسنينج نعم إذن من الضروري جدا أنه يضع الخطوط على الكلمات التاحية قبل ما تأتي المعلم أو المعلم لقراءة النص مفروض يقروا أي والأسئلة قبل حتى أن يكون لأنه قراءتين فقط فما في فرصة أساسا فلذلك يجب الاستغلال الوقت نشوف أيضا سؤال من مريم تقول كيف يمكن كتابة المقال نشرح المقال اللي هو الأسئة خلونا نشوف how can we write informative writing informative writing we mean it's so you are going to write here you need to understand the tips writing tips read the question carefully understand the topic how you read the question the writing question don't start writing when I don't want I don't know what they need from the question I don't know what they need from the question so here understand the topic then brainstorm your idea before you will start your writing active ideas active before starting and here sort the ideas and groups similar ones together معنات أن استخدم linking words to connect the sentences to join the sentences together ensure your writing is clear and organized what do we mean by clear أن الخط يكون واضح يكون بشكل مفهوم organized أني أرتب أفكاري الparagraphs here into sub bodies into here parts of the writing نتكلم عن الinformative اللي هو كيف أنا أكتب السي طبعا لازم يكون عندي paragraph 1 introduction paragraph 2 يكون هو الbody ولكن ينقسم ل how many bodies body 1 body 2 and body 3 the last one طبعا بنحتاج إيش؟ بنحتاج conclusion ممكن تبدو بما تشوفوا الموضوع سوف تقوم بشكل مفهوم او تطبع المواطنة ممكن تعرف المواطنة هذا المواطنة المواطنة او تسيطين المواطنة التسيطين المواطنة عملية عملية كل شيء يمكنك ثم إذا كنت لديك أي ايديات أو ايديات عن طريق الواقع أقرأها و الأخير أخر جملة تكون في بارغراف الأول نسميها ثيسي ستاتمين ما هو ثيسي ستاتمين؟ ثيسي ستاتمين تساعد اللي يقرأ أنا عن إيش كاتبة أنا عن إيش كاتبة مثل هنا في الثيسي ستاتمين فتكون هاذي وين؟ the last sentence خلاص أنا هذا المقدمة ما لي الجملة الأولى الجملة الثانية الجملة الثالثة آخر جملة أكتب in this إيش 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 أو أسألوا قصة هل تسمع عن هذا أو هذا؟ هذا هو الانترودكشن ما يتقوم بإمكانك في بدي براغراف؟ الحين وصلنا للبدي براغراف تكلمنا إنهم بيكونين كمين هنا؟ خليني أرسم لكم اللي هو يكون للإنفورماتف للإساي هذا الانترودكشن عندي الانترودكشن وهذا بيكون عندي بدي 1 هذا بدي 2 أوكي وهذا بدي 3 إنزين الخاتمة يكون المرتب بهذه الطريقة نرجع نشوف عندي هنا كل بدي براغراف يجب أن يكون المرتب به الطريقة خلاص أنا أريد أبدي في الأمور هنا أريد أبدي البدي لازم يكون عندي بفور طبيق سنتنس لكل بدي طبيق سنتنس جملة مفتاحية أوكي أوكي مثلاً أنا قلت في الإساي في الإساي أريد أن أرسل صحيح بدي بدي ونغل الشيخ أوكي حاولوا تربطوا جمالكم مثلا مور اوفر فور اكزامبل اولسو تو اكسبلين فور انستنس هذول يوضحوا اكثر الجملة انتو شرحتوها بادي تو اجين بتحتاجوا توبك سنتنس جملة مفتاحية البادي مالي ونفس الشي اشرح بادي ثري وهكذا الكونكلوجن ايش اكتب انا في الكونكلوجن في الكونكلوجن اكتب سامري ملخص الكلام اللي انا قلته فور ولكن change the words حاولوا تغيروا الكلمات فور اكزامبل انا قلت بفور it's very important to talk about this and this now here it's very useful it is necessary to talk about this and this سامري plus you can write advice I advise you توت طبعا ننتبه advice بالسي النون advise بالس الverb يعني لما اريد اقول انا انصح I advise لما اقول نصيحتي my advice تمام and maybe I suggest اقترح انا اقترح I suggest this and this اوكي وين يكون هذا في الكونكلوجن شوفوا هنا هذول انتبهوا لهن بدي وان ممكن استخدم to start to begin with firstly بدي تو furthermore moreover in addition contrast اذا انا عندي اتكلم عن for example negative side اذا اتكلم عن شي سلبي on other hand in contrast however في النهاية to sum up in short in conclusion all in all all in all or to summarize وحدة منهم تختارو عشان تبدو الخاتمة مالكم هنا نستخدم عشان نعطي examples مثلا for example ما طول الرايتنج امش علي for example for example here I need to change مرة اقول for example then to illustrate then to explain for instance such as like such as like لما اعطي امثلة so change your words دائما لما يكون الشي في different words different adjectives في كلمات يساعدكم to get more marks فما تمشوا على نفس الوتيرة ان اقول الاساية كل for example for example for example او مثلا for example اذا كان عندي صفة I'm happy 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 كل الرايتنج لا غيروا شوية بالكلمات اوكي هنا عندنا الخاتمة مثل ما قلنا conclusion summary ولا advice or suggestions فهذا كان اللي اوت من الرايتنج الاساية مستعد نشوف سؤال هذا السؤال ربما تكرر هل grammar يأتي من الكتاب او عادي من السنوات الماضية عادي من السنوات انتو خلاص ثاني عشر يو غريت وولف يعني اخر سنة وانا دارس انجليز اللغة الانجليزية مهارة هي عبارة عن skills مهارات فيها مهارة الاستماع فيها مهارة القواعد الى اخر فالطالب دارس من البداية كل سنة هي تكميلية للي قبلها يعني انا اكمل ما ابدأ من الصفر في الانجليز يعني انا احتاج الباسمبل احتاج البرزنت احتاج الباسب احتاج البرفكت ركزوا على البرفكت ركزوا على الكندشنل ركزوا على الباسمبل ركزوا على القواعد من انتو خدتوها قبل يعني ما بس قواعد الكتاب يمكن ما الفصل اول فصل اول خذيت الباسبيرفكت خذيت الكنتونيو سركز عليهم خلاص انا طالب انا الحين اتعامل مع مهارة اللي هي اللغة الانجليزية ما اتعامل مع كتاب انا عندي مهارة وانا اتدربت عليها من سنوات و اكمل عليها يعتمد إذا كانوا نحن يحاولون أن يركزوا على ولكن إنكيس هو غلط في حرفين عادي يعني هو في النهاية أني أنا أقدر أقرأ الكلمة هو استماع فالطالب يكتب حسب هو إيش سمع وإيش فهم عادي إذا كانت الكلمة ما واضحة الجملة ما واضحة كلها أنا أكيد بيحاسب على فيحاولوا ويركزوا على السبين بس حرف حرفين يعني في النهاية لأ في العادة إذا كانت إذا كانت واضحة إذن ممكن أحيانا أصلا بعض الكلمات تكون موجودة في الفقارة النفسية أيوه هم ما يقروا الأسئلة بعض الكلمات موجودة في السؤال نفسه أحيانا في السؤال فوق في راسة السؤال عشان كده دائما نقولهم نريد ذاك وصشن إذا عندك طبعا بعض التعليمات أو بعض المواضيع التي توضحيها لأن الأسئلة كده تقريبا خلصناها أيوه 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 نشرح بعض الأشياء هنا عندنا خلونا نشوف قاعدة القرامر على السريع اللي هو ثيم 2 ثيم 3 ثيم 4 ثيم 1 قلنا اللي هو direct and reported speech في ثيم 2 خذتوا الموديل verbs of obligation desirability and necessity خذتوا الموديل of verbs خذتوا خذتوا المست الhave to طبعا يكون فيهن obligation فيهن شيء الزام أنا سويه هذول نسميهن obligation وش يعني obligation الزام ايش هما must mustn't have to or has to مثلا when you must have a relevant degree if you want to apply for this job لازم تكون عندك درجة المستحقة لهذه الوظيفة when you travel abroad you have to have passport من القوانين الإزامية لإلنا كلنا for all people have to to have passport لازم كلنا يكون عندنا جواز سفر we have to wear our seatbelt لازم كلنا نلتزم بحزام العمان بهذه القوانين اللي for all people يكون فيها إلزام have to necessity something we need it for example عندكم need to don't need to needn't don't have to وركزوا معي هنا في كلمة needn't لما تكون negative needn't no need for right to ما بتكون بعدها to هي الأوريجنال one need to بس لما تكون negative here needn't not need to if you want to go to university you will need to work a lot harder so here necessary something very important if you want to go to the university you need to work hard you need to study hard like this الشي الأشياء اللي أنا أحتاجها the last one تكون عندي should desirability should ought to don't worry so much about your job you should or ought to try and relax more for example also at school if you see your friend is sick you should see the doctor نصيحة advice desirability أنا أنصح you should see the doctor you should drink lots of water you should study for the exam like this كيف نفهمهم شوفوا معي مثلا هالجملة if guests have a complaint they inform the hotel manager منهم القيسط الضيوف if they have complaint عندهم شكوة they inform the hotel manager they what they ought to shouldn't must has to مفروض تكون ايش has to or ought to it depends what they have to هم طبعا ما يصير هالجملة ليش اولا نت ابليغيشن وثانيا أنا عندي ذي احيانا الطالب اذا if you don't know the answer ما عرفت الإجابة شوف حسب القاعدة انا الذي ما يستو استخدم مع غير هاب فاكنسل هذه shouldn't mustn't يعني هم عندهم complaint اكيد they ought to لازم يخبروا من الهوتل مناجر اوكي اريد انبهكم على اللي هي هنا مثلا عندنا passengers check in two hours ايوة مثلا passengers number three check in two hours before the flight have to ليش لان هذا قانون قانون في المطار الكليم شعلي انهم لازم يروح البوردنج ويسووا تشيك والى آخر before the flight قبل الرحلة الجوية القاعدة اللي كانت عندكم في theme 3 هاي حفظ تحفظوا ايش الافعال تكون مع جيراند ايش الافعال مع الانفينتب ويش الافعال لتكي both اخر واحدة كانت عدكم used to طبعا used to درستوها before i think in grade 8 and 9 so here used to بعدها لازم يكون ايش انفينتب there i used to i used to play tennis when i was young but now i play football ففي الاختبار maybe you will have مثلا 2 has been removed مثلا موجودة 2 تختاروها for example but sometimes ولكن sometimes when you have didn't so here no need to write used to you are going to change it to use to without delay because here we have did if did enter the sentence خاص دخلت على الجملة so here we must use base form of the verb بالفعل يكون أصلي never بعدها used to did again use to هذا الطريقة نعم استاذ أيضا عندنا سؤال عبر الهاتف من شيما السلام عليكم يا شيما شيما السلام عليكم أيوة يا شيما عليكم السلام كيف حالك يا شيما الحمد لله كيف استعدادك لمادة اللغة الإنجليزية الحمد لله بس باقي شوية بوكابل يالله إن شاء الله بتخلصي مادة اللغة الإنجليزية سهلة من نسبالكم إن شاء الله تكون عندك الأستاذة تفضلي بنفسه للبوكابل هل هم يجيبوا في تردد أيوة هل هم يجيبوا من بره الكتاب ولا بس مجرد نقصوا على الكتاب لا ركزوا على الكتاب مواضيع الكتاب الهم البوكابل انتو درستوه من الكتاب بس أحيانا يعني إذا في كلمة مثلا غير أو شي تكون انتو دارسينها مثلا في الفصل الأول أو سلم ما تكون من بره يعني من عالم ثاني تكون مرت عليكم قبل بس أكثر شي تركزوا على كلمات الكتاب إن شاء الله قد لك شايما هاي استفسار آخر يا شايما لا مشكورة يلا شكرا جزينا كل التوفيق لك يا شايما نشوف إذا كان في مواضيع أخرى ممكن نوضحها للطالبة ممكن تكلم عن الريدن شوية إذا في وقت سوف نحل مع بعض قبل عن بفور نحل مع بعض تبس أو تبس أو تبس كيف نحل نحل بفور نحن مع بعض قرامر هذا نموذج من القرامر اختبار السنة الماضية الفصل الثاني كان عندكم كيف أحل هذا السؤال نشوف هنا لدينا لكل إيجابة في ببل فبيكون عندنا ببل ونختار الإجابة الصحيحة يكون عندي دايالوج مثل ما تكلمت في البداية يكون عندي دايالوج أرجع للجملة I was looking for you عندي وعندي last night بما أن أنا هنا I have something regarding past عندي شيء في الماضي على طول أختار ماضي أنا عارف إن الماضي دد وليس دز دز معناتها مضارع present so here the answer is what did ولما تسوي shading bubbles بالرصاص طبعا أنت مفروض تسوي shading bubbles لون الدائرة صح يعني أنا عندي هذه الببض ما أسوي هكذا أوكي هذه خطأ ولا أسوي هكذا أضللها كامل بهذا الطريقة أوكي كذا تكون الإجابة تمام I went أحمد ريبلاي I went to the cinema to watch a movie called The Fantastic I thought you didn't enjoy movies طبعا ترجعوا للقاعدة أي قاعدة ها قاعدة theme 3 اللي فيها لازم تحفظوا أي شي مع enjoy إلى آخر I didn't enjoy watching who said that I love them what about you I القاعدة اللي شرحت هالحين قبل شوي I used or used to used in the past بما أن ها past يعني أشيانك أنت سويها في الماضي والحين I change it استخدم used to I used to watch movies in the past but now الحين ولكن but now عندي coma but now I prefer to read books really when or how was the last time you watch a movie so here question you need to understand the question if you don't know here the question or if you can't understand the question well look at the answer شوف الاجابة ناصر five years ago بما أن هو ورد five years time أنا أعرف أنك WH word for the time is what win فأرجع وأختار win خلاص done هذا بالنسبة لقرامة نشوف tips of reading أنا عندي reading one بيكون عدكم بهاي الطريقة اللي هو true false so you need here to focus on the words read the statement first أول شي نقرأ الجملة read the statement first بعدين read the text وشوف التكست أحيانا نكون بادي for example positive وفق change into negative فهنا أنا أقرر هل هي true أو false sometimes كلمة وحدة تفرق مثلا مثل كلمة only كلمة many كلمة more than هذول الكلمات so I need to check from the text أنا أروح أركز إيش هنا مكتوب إيش هنا المفروض يكون إلى آخرة مثلا نحل واحدة مع بعض عشان نشوف الطريقة the writer was in Italy when the earthquake happened هو يسأل the writer was in Italy لما صارت the earthquake إيش هي the earthquake طبعا درستوهن درستو disaster درستو the earthquake tornado volcano درستو avalanche هذا إيش I was attending a conference in Italy when earthquake hit the cities واضحة ايش ترو أو fools حتى ما لازم تكمل واضحة and I was 10 miles away but I still felt all the sharp shakes that passed quickly approximately 80,000 to 120,000 were killed in this disaster فواضحة من الجملة الأولى no need to focus في طلاب يعني ركزوا إيش معنى هذه no need to focus on all the meanings حاولوا تركزوا على المعنى بس بشكل عام هل هو positive تغير negative فالإجابة تغير إلى falls مثلا ولا كمل نفس الشي أشوف الجملة هل هي فيها balance متوازنة مع التكست ولا تغيرت مثلا for example عطاني في التكست قالي there are many people بعدين هناك في الجملة قالي few people لا خطأ هو هناك ناس كثيرين مني وعطاني هنا شوية قليل كلمة فيو تغيرت ففولز الإجابة sometimes أعطاني مني بعدين قال there is only one only بس شخص واحد لا هناك أعطاني مني وهكذا حاولوا تقارنوا sometimes يعكس لكم المعنى كامل في البداية تكلم okay good good suddenly unfortunately لسوء الحظ so it change the meaning فتتغير الإجابة sometimes مثل هالجملة تمشي نفس البلانس نفس التوازن I was attended a conference in Italy when the earth quick hit لما the earth quick hit الهزة الأرضية ضربت المدينة وهناك قال the writer was in Italy لما the earth quick أيوة صح true okay فركزوا بهذه الطريقة بالنسبة لreading 2 بيكون عندكم فقرة and you have multiple choice كلها الخيارات ما تقول الفرق don't read here the text go first to the questions أول شي read the questions understand them then read the text and when you finished paragraph 1 move to paragraph 2 خلاص I found the answer مثلا خلاص اللي هو أنا حصلت الإجابة for question number 1 خلاص don't go back to read paragraph 1 again خلاص أكمل read paragraph 2 حصلت الإجابة أكمل paragraph 3 until I will finish reading the whole paragraphs and try to manage the time try to divide your time correctly حاولوا توزع الوقت صح يعني ما تركزوا مثلا أعطي reading ساعة وأن سبقية لسكلت أوزع الصح 20 دقيقة خلاص أنا خلصت 25 منتس في listening أروح أعطي 20 دقيقة بعطي reading 1 كذا وقت كذا وقت حط حل writing 1 25 دقيقة writing 2 25 دقيقة ما for example ساعة وربع أنا أكتب بس writing 1 واخر شي أقول ما كفان الوقت طريق وإنسان إستاذا معنا استفسار أيضا عبر الهاتف معنا عزة السلام عليكم يا عزة أيوة يا عزة عزة موجودة معنا أيوة موجودة أيوة سلام عليكم يا عزة السلام عليكم كيف حالك يا عزة كيف الاستعداد للمتحان استعداد يلا إن شاء الله بيتوفيق عندك الاستاذة تفضلي سؤالك هلو عزة كيف تتعلم هلو كيف تتعلم حمد الله يس عزة ما هي المتحدة كنت بسر عن قائدت أيضا يعني أيضا سأل عزة ومتى يكون فيه ING ما سمعت سأل سؤالك عزة بوضوح لو سمحت قائدة اليوز ما تكون الفي بعد اليوز عادي ومتى يكون ING قصدش ومتى يكون اليوز بدون دي أيوة أوكي حنا شرحناه قبل شوي عزة إذا كنت معنا اللي هو طبعا اليوز تو عندكم القاعدة اليوز تو بعدها على طول انفينتب يعني يكون الفعل بيس يعني مصدر أصلي ما في أي شي نو ING نو ED نو S يعني مستحيل تحصل بعد اليوز تو في ING بس في يوز تو يعني على طول إذا شفت I يوز تو مثلا عندي play playing played هذا ولا الاختيارات اللي عندي على طول ويش أختار play لأن من بعد تو لازم يكون infinitive verb يعني لازم يكون الفعل مصدر ما في أي زيادات متى تكون سؤالش متى تكون اليوز تو بدون d إذا دخلت عليها did مثلا did you فرا walk in the past to school مثلا على سبيل المثال عندي أنا question عندي يوز تو وعندي يوز طبعا إيش باختار بما أن أنا عندي did سو على طول أختار يوز إذا دخلت دد على الجمل اللي فيه نيوز تو ترجع اليوز إلى أصلها بتكون يوز تو وليس يوز تو حتى لو كانت دد أيوة حتى لو كانت دد إذا دخلت دد على الجملة نفس الشي بتكون بعدها يوز تو وليس يوز تو تو تمام سو بعد اليوز تو دائما نفنت بفعل مصدر إلا إذا دخلت عليها ترجع اليوز تو ما يكون عندنا بعد اليوز تو ما يكون عندنا في آي إن جي نختار دائما الأفعال لتكون مصدر عزة واضح عندك سوال آخر أو خلاص لا شكرا شكرا جزيلا لك نتمنى لك أكيد كل التوفيق يا عزة نستكمل في الدقائق الأخيرة أيوة أيوة خلاص عندنا هنا ريدنك نتحدث عن ريدنك ونحن هنا لنفكس على كلمة المصدر مثلا ركزوا على كلمة مين على كلمة موست في الأسئلة مثلا أنا عندي for example here the first فأروح أبحث في النص عن first the most أركز على كلمة موست أحيانا تكون عندكم major في الفقرة نعطوني مين هنا نفس المعنى رئيس رئيسي بس غيروا لكم كلمة واحدة عشان بس إنه تتشك if you are understanding the text or not so here يكون دائما reading to very easy so don't lose the marks here just try to follow here the paragraphs one by one خلاص أنا خلصت from paragraph one وحصلت الإجابة أروح paragraph two paragraph three until the last paragraph بالنسبة reading reading three you need to understand again wh words فنتو هنا الحين you need to understand wh words for two questions listening to and reading three you need to understand wh words where أنا لما يكون عندي where أسأل عن country يعني place يعني مكان لما يكون عندي how أسأل عن way how did for example what's the way عد تختلف إذا كانت معها how many four numbers for example how much four price how long how tall how old like this how again how did risk yours know the miners were alive okay how the way here who لما يكون عندي who معناته أني أنا بكتب people maybe people group of people or when who cammed intents outside the mind من اللي خيم يعني outside the mind what items we've sent to the miners what things أحيانا نطلبوا منكم list one ما يريدوا more than two three four بغين واحدة one thing يكتبوا لكم في السؤال list one يعني كتبوا واحدة why نسأل بها عن reason أحيانا تكون عندي وين نسأل عن time ok time طبعا يكون أحيانا year أحيانا day times اللي هنا morning night afternoon like this ok فعدنا هذه الأشياء ركزوا عليها وطبعا writing تكلمنا عنه reading عندكم grammar شرحنا مع listening tips وكيف أن تقدروا تحلوا هذه الأسئلة كذا خلصنا استاذة أي وتكلمنا عن كل التفاصيل ونتمنى طبعا أن التفاصيل كلها بيأكملها تكون واضحة في مادة اللغة الإنجليزية أنا ملاحظة أن التفاعل اليوم كذا قليل بما هل الموضوع مطمئن إن شاء الله إن شاء الله يكون الإقزام بإذن الله بإذن الله أهم شي هم يركزوا في الأختبار قرروا الأسئلة يعني في طلاب على طول يحلوا ما يقروا ما مطلوب من السؤال خاصة أنا أقرأ write informal or formal letter الإسئة خلاص نحن نعرفه في الرسالة أنا أقرأ إيش مطلوب من الرسالة رسمية أو غير رسمية مثلا إذا كانت عدكم write to your friend على طول أعرف أن هذا غير رسمية عدكم المانجر عدكم التيتشر هذول طبعا بتكتبو لهم بصيغة رسمية هل هي complaint letter هل هي بتكون request هل هي بتكون asking for information فحاول تركزوا listening نفس الشي sorry read the question ولما تستلموا ورقة الاختبار divide your time وزعوا وقتكم نفس الشي أقرأ الاختبار step by step don't move quickly to the writing وأنسل قبل كل no start to read the listening questions بعدين نروح على البكاب and grammar then reading until I will reach the last section اللي هو بيكون الرائتنج وإن شاء الله will be easy بإذن الله good luck for you إن شاء الله نتمنى لهم طبعا التوفيق بعد كل هذه الملاحظات وكل هذه النقاط المهمة من الأستاذة طبعا نشكر الأستاذة هاقر بيت محمد المحرزية معلمة مادة اللغة الإنجليزية على حضورك في هذا اليوم معنا شكرا قزيلا شكرا أستاذة فايزة وإن شاء الله الله يوفقهم يا رب تكون اختباراتهم سهلة إن شاء الله شكرا ما قصرت وشكرا موصول لكم أحبتي على طيب المتابعة نلتقيكم غدا في مادة جديدة وهي مادة اللغة العربية بإذن الله ونتمنى طبعا في امتحانكم لمادة اللغة الإنجليزية إذن غدا موعدنا في نفس الزمان والمكان إلى اللقاء تقبلوا تحيات وتحيات مخرج البرنامج وإلى اللقاء اشتركوا في القناة